تبقي السيارة فخمة وموصفات حلوة واقتصادية في الوقود شوف لون السيارة مع الخلفية اكسيد ال اكس فئة الفول كامل 2023 حجم مكينة 1500 سي سي تيربو تعطي قوة 156 حصان والعزم 230 نيوتن ناقل حركة اوتوماتيك بنظامة دفع الامامي لتر البنزين يمشيك 17.6 يعتبر ممتاز نوع الوقود 91 وضمان السيارة 6 سنوات او 200 الف كيلو ايهما اقرب سعر السيارة شامل الضريبة واللوحات 93 650 رياض من ريموت السيارة تقدر انك تشغل السيارة عن بعد تعلق على القفل وتشتغل معك السيارة خلوني شوف مقدمة السيارة مقدمة السيارة الشمعات الامامية فريو ال ايدي لشارات الامامية متحركة فيها لد ممتدة مع كلمة اكسيد الكاميرا الامامية من اصل اربع كاميرات تعطيك رؤية 360 درجة وفيها انظام 3D فيها انظام تحديد المصار والخروج على المصار وفيها الحساسات الامامية اربع حساسات جنت مقاة 16 وفيها شكل الجنت اللي شارت في مراية الجانبية والكاميرات الجانبية وفيها انظام نقطة العمية اذا فتحت الباب يطلع لك بروجكتر للشعار اكسيد مقابض فيها انظام الدخول الذكي للسائق والراكب ومطاعمة بالكروب هذه فتحة البانوراما وخلفية السيارة استطباط خلفية LED ممتدة مع الشنطة فيها لمبة الضباب الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية الجناح للمبة الفرامل وفتحة الشنطة الخلفية كهربائي هذه مساحة التخزين في الخلف فيها لمبة هولوجين وتقدر انك ترتب امورك وقت السفرية هذه مساحة الجلوس في المقاعد الخلفية للسيارة فيها التكايف النص وحامل للأكواب التكايف الخلفي ومنفذين USB ومساحة التخزين وفي السكف إضاءة LED ما شاء الله شوفوا فتحة البانوراما المقاعد جلب جاي باللون الأسود والتحكم كهربائي للسائق والراكب وفيها نظام التهوية للسائق والراكب التحكم في النوافذ جميعها أوتو فيها نظام تأمين النوافذ ونظام طيل مرايات الجانبية ما شاء الله وفيها الإضاءة المحيطية هذه الإضاءة اللي في السيارة فتح الشنطة الخلفية للسيارة وهذا دراكسون السيارة في الجهة لي متحكم في الأومر الصوتية والجهة لي صارت تحكم في ثبت السرعة وشاشة المعلومات الموجودة في الطبلون هنا فيها تبديل خفض دراكسون هذا الناقص وهذا الزايد إذا قلبت السيارة منول وهذا طبلون السيارة شاشة أكتروني تقدر أنك تربط جوالك عن طريق البلوتوث هنا تتحكم في إعدادات السيارة هذه بعض إعدادات السيارة وتقدر أنك تشغل نظام النقط العامية أول ما تشغل النقط العامية حيبين معك في الطبلون من هنا تقدر تتحكم في وضعيات القيادة هنا السبورت والإيكو فتح الكاميرات 360 درجة وهذا نظام 3D حيبين معك كامل في الشاشة ما شاء الله في ذلك الزايا هذه فتح وإغلاق الحساسات الأمامية والخلفية للسيارة منظام المنحدرات التحكم في أمر التكييف جميعها لمس هنا نظام دفع الهوى كذلك التبريد منفصل للسائق والراكب ومن هنا تشغل نظام التهوية للسائق للسائق والراكب كذلك إغلاق التكييف تخيلوا هذا شكل ناقل حركة وفيها حامل الأكواب فيها البريك الكهربائي ونظام الأوتوهولد ومساحة تخزين مساحة تخزين كذلك مساحة تخزين فيها هواية في النص وفي السقف التحكم في فتحة البانوراما والتحكم في الإضاءات LED حامل النظارة عطونا رأيكم في السيارة ترجمة نانسي قنقر